السلام عليكم يا عزيزي التلاميذ الصف الثالث الابتدائي نلتقى اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل الدرس السادس وهو بعنوان جمع الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام تعالوا معا نبدأ في التدريبات 164 جمع 17 أقوم بجمع الأحاد كما قلنا نجمع الأحاد مع الأحاد فنقول 4 في الأحاد تجمعها على 7 تساوي 11 11 مكونة من 1 في الأحاد و1 في العشرات فنكتب الواحد في الأحاد ونصعد بالواحد الذي في العشرات على خانة العشرات وهي الستة فلدينا عشرة جمع ستة عشرات جمع عشرة فيكون الناتج ثمانية عشرات وهنا الواحد في المئات ينزل كما هو فيكون الناتج مئة وواحد وثمانون أتأكد من الناتج فأقوم بكتابة 160 جمع قربنا 164 قربناها أو قدرناها فأصبحت 160 ونقدر 17 فتصبح 20 160 جمع 20 تساوي 180 إذن هذه إجابتي صحيحة رقم 2 156 جمع 255 أجمع الأحد مع الأحد 6 جمع 5 تساوي 11 نكتب الواحد في خانة الأحد ونصعد بالواحد في خانة العشرات على خانة العشرات هنا فأقول 11 جمع 15 جمع 15 إذن 10 11 جمع 5 يساوي 6 جمع 5 تساوي 11 فنكتب الواحد في خانة العشرات والواحد الثاني في خانة المئات فنصعد به على خانة المئات فيكون 1 جمع 1 جمع 2 تساوي 4 إذن الناتج هو 411 أتأكد من معقولية الجواب فأقوم بعملية التقدير 156 أقدرها ب160 جمع 255 أقدرها ب260 ثم أقوم بعملية الجمع 160 جمع 260 تساوي 420 إذن الجواب معقول هذا الجواب جوابي معقول أسؤال الثالث 355 جمع 156 كما فعلنا في المسألة الأولى والثانية نقوم بتطبيقي في المسألة الثالثة فنجمع الأحاد مع الأحاد 5 جمع 6 تساوي 11 لدينا الواحد نكتب واحد الأحاد ونصعد بواحد العشرات على خارة العشرات 1 جمع 5 يساوي 6 جمع 5 تساوي 11 نكتب الواحد في العشرات ونصعد بواحد المئات فوق خانة المئات 1 و 3 4 4 جمع واحد تساوي 5 إذن الناتج 511 لأتأكد من معقولية الجواب أقوم بعملية تقدير ف355 نقدرها بـ 360 و 156 تقدر بـ 160 ثم أجمع فيكون الناتج لدي هو 520 إذن الجواب معقول في هذه المسألة 520 وهنا 511 إذن الجواب معقول أسأل الرابع 272 جمع 148 نجمع الأحد مع الأحد 2 جمع 8 يساوي 10 نكتب الصفر في خانة الأحد والواحد في خانة العشرات نصعد بها على خانة العشرات فنقول 1 10 1 جمع 17 جمع 4 10 10 جمع 17 17 يساوي 8 جمع 4 يساوي F10 10 فنكتب الاثنان في العشرات ونصعد بالواحد إلى خانة المئات 1 100 جمع 200 جمع 100 يساوي 400 إذن الناتج هو 420 لكي أتأكد من معقولية هذا الجواب أقوم بعملية التقدير 272 نقدرها بـ 270 جمع 148 أقدرها بـ 150 ثم أقوم بعملية الجمع 0 جمع 0 يساوي 0 7 جمع 5 يساوي 12 نكتب الاثنين ونصعد بالواحد في خانة المئات 1 جمع 2 يساوي 3 جمع 1 يساوي 4 الناتج 420 إذن الجواب معقول إذن جوابي لهذه المسألة الجواب معقول ننتقل بعد ذلك يا ابنائي إلى السؤال الخامس في مكتبة الصف الثالث 176 قصة وفي مكتبة الصف الثاني 238 قصة فكم قصة في المكتبتين نقوم بعملية جمع 100 200 وثمانية وثلاثون جمع 176 هكذا نجمع الأحد مع الأحد ثمانية جمع 6 تساوي 14 نكتب الأربعة في خانة الأحد ونصعد بالواحد على خانة العشرات واحد جمع ثلاثة يساوي أربعة جمع سبعة يساوي أحد عشر نكتب الواحد في خانة العشرات ونصعد بالواحد على خانة المئات واحد جمع اثنان يساوي ثلاثة جمع واحد يساوي أربعة إذن الناتج هو أربعمائة وأربعة عشر قصة نتأكد من صحة هذا الجواب بعملية التقريب فنقرب 238 نقربها إلى 240 جمع 176 نقربها إلى 180 ثم نقوم بعملية الجمع سفر جمع سفر أربعة جمع ثمانية يساوي إثنى عشر نكتب الاثنين ونصعد بالواحد على خانة المئات واحد واثنان ثلاثة وواحد أربعة إذن ربعمائة وعشرون بعد التقدير إذن الجواب معقول السؤال السادس أتحدث ما أهمية التحقق من معقولية الجواب التحقق من معقولية الجواب يساعدني على اكتشاف الخطأ يساعدني على اكتشاف الخطأ إذا كان هناك خطأ في المسألة في المسألة أستطيع اكتشافه أتدرب وأحل أجد الناتج الجمع وتأكد من معقولية الجواب 759 جمع تسعة عشر نقوم بجمع الأحد مع الأحد تسعة جمع تسعة يساوي ثمانية عشر نكتب الثمانية في خانة الأحد ونصعد بالواحد الذي هو في خانة العشرات إلى خانة العشرات فنقول واحد جمع خمسة يساوي ستة جمع واحد يساوي سبعة وخانة المئات السبعة تنزل كما هي فيكون الناتج سبعمائة وثمانية وثبعون تعالوا معا نتأكد من معقولية الجواب فنقوم بعمل التقدير سبعمائة وتسعة وخمسون نقدرها إلى سبعمائة وستون جمع تسعة عشر نقدرها إلى عشرون فيكون الناتج صفر جمع صفر يساوي صفر ستة جمع اثنان يساوي ثمانية سبعة كما هي إذن النتج سبعمائة وثمانون إذن الجواب معقول السؤال الثامن ثلاثمائة وخمسة واربعون جمع ثلاثة وتسعون نجمع الأحد مع الأحد خمسة جمع ثلاثة يساوي ثمانية أربعة جمع تسعة يساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة في خانة العشرات ونصعد بالواحد على خانة المئات واحد جمع ثلاثة يساوي أربعة إذن الناتج هو أربعمائة وثمانية وثلاثون تعالوا نتأكد من معقولية الجواب فنقوم عملية تقديم ثلاثمائة وخمسة واربعون تقدر إلى ثلاثمائة وخمسون جمع ثلاثة وتسعون تقدر إلى تسعون ثم نقوم بعملية الجمع صفر جمع صفر يساوي صفر 5 جمع 9 يساوي 14 نكتب الأربعة في خانة العشرة ونصعد بالواحد على خانة المئات 1 جمع 3 يساوي 4 إذن الناتج 440 وهنا الناتج 438 إذن الجواب معقول السؤال التاسع 427 جمع 217 نقوم بعملية الجمع فنجمع الأحد مع الأحد 7 جمع 7 يساوي 14 نكتب الأربعة في خانة الأحد والواحد في خانة نصعد به على خانة العشرات 1 جمع 2 يساوي 3 جمع 1 يساوي 4 وأربعة جمع 2 نجمع المئات مع المئات 4 جمع 2 يساوي 600 أو 6 فيكون النتج 644 تعالوا نقدر أو نتأكد معقولية الجواب فنقدر 427 نقدرها فتصبح 430 جمع 217 نقدرها إلى 220 ثم نقوم بعملية الجمع 0 جمع 0 يساوي 0 3 جمع 2 يساوي 5 4 جمع 2 يساوي 6 فالناتج 650 وهذا 644 إذن الجواب معقول هذا الجواب جوابي لهذا المسألة وهو 644 الجواب هنا معقول السؤال العاشر 597 جمع 51 نقوم بجمع الأحد مع الأحد 7 جمع 1 يساوي 8 9 في العشرات 19 جمع 15 جمع 15 تساوي 4 10 فنكتب الأربعة ونصعد بالواحد على خانة المئات 1 جمع 5 يساوي 6 إذن الناتج هو 648 نتأكد من معقول هذا الجواب فنقدر 597 تقدر إلى 600 600 جمع 51 تقدر إلى 50 ونقوم بعملية الجمع هكذا 0 جمع 0 يساوي 0 0 جمع 5 تساوي 5 وال 6 في المئات تنزل فيكون الناتج 650 إذن الجواب معقول السؤال الحدي 10 599 جمع 59 فنجمع الأحد مع الأحد 9 جمع 9 يساوي 18 فنكتب الثمانية في القانة الأحد ونصعد بالواحد وهو العشرة على قانة العشرات فيكون لدي عشرة جمع 19 جمع خمسة عشرات تساوي 15 عشرة فنكتب 5 ونصعد بالواحد على قانة المئات 1 جمع 5 يساوي 6 إذن الناتج هو 658 نتأكد من معقولية هذه المسألة فنقدر 599 تقدر إلى 600 جمع 59 تقدر إلى 60 ثم نقوم بعملية الجمع 0 جمع 0 يساوي 0 0 جمع 6 تساوي 6 وال6 في خانة المئات كما هي فيكون الناتج 660 وهنا 650 إذن الجواب معقول السؤال الثاني 10 298 جمع 408 نجمع الأحد مع الأحد 8 جمع 8 تساوي 16 نكتب ال6 في خانة الأحد ونصعد بالواحد العشرة على خانة العشرات يصبح لدينا 10 1 عشرات جمع 19 جمع 0 فيكون الناتج 10 عشرات أي 100 فنكتب الصفر في خانة العشرات ونصعد بالواحد المئات على خانة المئات فيكون لدينا 100 100 200 400 أقوم بجمعهم 100 جمع 200 يساوي 300 جمع 400 يساوي 700 فيكون الناتج 706 أتأكد من معقولية هذا الجواب فأقوم بعملية التقدير 298 نقدرها ب300 جمع جمع 408 أقدرها ب400 ونقوم بعملية الجمع 0 جمع 0 يساوي 0 و0 جمع 0 يساوي 0 و3 جمع 4 يساوي 7 إذن الناتج 700 إذن التقدير أو الجواب هنا معقول السؤال 13 43 جمع 217 أقوم بجمع الأحد مع الأحد 3 جمع 7 يساوي 10 نكتب الصفر ونصعد بالواحد على خانة العشرات 1 جمع 4 يساوي 5 جمع 1 يساوي 6 والإثمام في المئات تنزل كما هي فيكون الناتج 260 أتأكد من صحة هذه المسألة فأقول أستخدم عملية التقدير فأقدر 43 ب40 جمع 217 أقدرها بـ 220 فيكون الناتج ناتج جمع هذين العددين هو 260 إذن إجابتي صحيحة إجابتي معقولة السؤال 14 107 جمع 27 نقوم بجمع الأحد مع الأحد 7 جمع 7 يساوي 14 نكتب الأربعة ونصعد بالواحد على خانة العشرات 1 جمع 0 يساوي 0 جمع 2 يساوي 3 ثم بعد ذلك خانة المئات في الستة لا يوجد هنا خانة المئات فتنزل الستة كما هي فيكون النتج 634 أتأكد من صحة الجواب عن طريق عملية التقدير ف607 أقدرها ب600 فأقول 600 جمع 27 27 أقدرها ب30 ف600 جمع 30 تساوي 630 إذن هذه المسألة وهذا الجواب والذي هو 634 معقول إجابتي معقولة في هذا السؤال السؤال 15 173 جمع 591 يساوي نجمع الأحد مع الأحد ثلاثة جمع واحد يساوي أربعة سبعة جمع تسعة يساوي 16 أكتب الستة في خانة العشرات وأصعد بالواحد على خانة المئات واحد جمع واحد يساوي اثنان جمع خمسة يساوي سبعة إذن الناتج هو 764 أتأكد من صحة هذا النتج عن طريق التقدير فأقرب أو أقدر 173 فنقدرها بـ 170 جمع 591 تقدر بـ 590 وأجمعها فيكون لدي الناتج هو 760 إذن الجواب معقول هنا الجواب 764 وهنا بعد التقدير 760 إذن الجواب معقول السؤال السؤال السادس عشر 108 جمع 589 نجمع الأحد مع الأحد 8 جمع 9 يساوي 17 نكتب 7 في الأحد ونصعد بـ 1 العشرات على خانة العشرات 1 جمع 0 يساوي 1 جمع 8 يساوي 9 و1 جمع 5 يساوي 6 600 600 697 أتأكد من صحة جوابي بعملية التقدير فـ 108 نقدرها بـ 110 جمع 589 نقدرها بـ 590 ثم نقوم بعملية الجمع 0 جمع 0 يساوي 0 1 جمع 9 يساوي 10 نكتب الواحد الصفر ونصعد بالواحد على خانة المئات 1 جمع 1 يساوي 2 2 جمع 5 يساوي 7 فالنتج 700 وهنا 697 إذن الجواب معقول ننتقل بعد ذلك إلى السؤال السبع عشر عرضت دراجتان للبيع بسعر 199 ريال و 458 ريال فكم ريال ثمن الدراجتين معا نقوم بعملية الجمع فنقول ثمن الدراجتين معا هو عبارة عن 199 جمع 400 458 ثم أبدأ في عملية الجمع أجمع الأحد مع الأحد 9 جمع 8 يساوي 17 أكتب 7 في خانة الأحد وأصعد بالواحد من العشرات على خانة العشرات 1 جمع 9 يساوي 10 10 جمع 5 يساوي 15 15 100 فأكتب الخمسة وأصعد بالواحد على خانة المئات 1 جمع 1 يساوي 2 جمع 4 يساوي 6 6 657 ريال هذا هو 8 درجتين 657 ريال 8 درجتين وإذا أردت أن أتأكد من هذا الجواب إذا كان صحيحا أو لا فأقوم بعمل التقدير 199 نقدرها ب200 202 و458 و458 نقدرها بـ 460 ثم نقوم بعملية الجمع 200 جمع 460 يساوي 660 إذن 660 وهنا 657 إذن جوابي معقول وهو 657 ريال الثالثة من عشر القياس ما المسافة الكلية بين بيت محمود والمتنزه ذهابا وإيابا أستعين بالخليطة ألاحظ أن المسافة بين بيت محمود والمتنزه هي عبارة عن المسافة من بيت محمود إلى المدرسة وهو 257 مترا والمسافة من المدرسة إلى المنتزه أو المتنزه 346 مترا فنقوم بجمع هذين العددين فنحصل على المسافة من بيت محمود إلى المتنزه تعالوا لأبناء نجمع 7 جمع 6 يساوي 13 أكتب الثلاثة وأصعد بالواحد في العشرات على خانة العشرات 1 جمع 5 يساوي 6 جمع 4 يساوي 10 نكتب الصفر ونصعد بالواحد على خانة المئات 1 جمع 2 يساوي 3 جمع 3 يساوي 6 إذن المسافة من بيت محمود إلى المتنزه هي 603 مترا 603 مترا هذه هي المسافة ذهابا 603 ذهابا بعد ذلك نريد أن نعرف المسافة إيابا إذن مثل هذه المسافة فنقوم بعملية جمع 603 وهي المسافة ذهابا جمع 603 وهي المسافة إيابا ونقوم بعملية الجمع 3 جمع 3 يساوي 6 0 جمع 0 يساوي 0 6 جمع 6 تساوي 12 إذن المسافة ذهابا وإيابا هي 1206 مترا إذن المسافة ذهابا وإيابا من بيت محمود إلى المتنزه هي 1206 مترا 1206 مترا هي المسافة ذهابا وإيابا من بيت محمود إلى المتنزه ذهابا 603 وإيابا 603 والمجموع 1260 متر الجبر أكتب العدد المناسب في المربع الفارغ واذكر اسم الخاصية 240 جمع 679 تساوي نقط جمع 240 هذه خاصية الإبدال يقوم بإبدال العدد الأول مكان الثاني فنكتب هنا 679 179 جمع 240 تساوي 240 جمع 679 وهذه الخاصية تسمى بخاصية الإبدال أسأل العشرون 13 جمع 24 جمع 6 تساوي نقط جمع 24 جمع 6 إذن العدد الناقص هنا هو 13 فنكتب هنا 13 وهذه الخاصية تسمى خاصية التجميع هذه تسمى خاصية التجميع السؤال الواحد والعشرون 989 جمع نقط تساوي 989 طبعا العدد نلاحظ أن العدد كما هو إذن العدد جمع على صفر 989 جمع صفر تساوي 989 وهذه تسمى خاصية العنصر المحايد الجمعي خاصية العنصر المحايد هو الصفر الجمعي السؤال الثاني والعشرون 565 جمع 6 جمع 39 يساوي 565 جمع فتح قوس نقط جمع 39 ألاحظ هنا العدد الناقص لدينا هنا خمسمائة وخمسة وستون وهنا خمسمائة وخمسة وستون هنا تسعة وثلاثون وهنا تسعة وثلاثون إذن بقي العدد ستة إذن داخل القوسيني العدد ستة ما اسم هذه الخاصية؟ هذه خاصية التجميع كما جاءت في السؤال العشرون السابق هذه خاصية التجميع ننتقل بعد ذلك إلى مسائل مهارة التفكير العليا مسألة مفتوحة أكتب مسألة مسألة جمعي يكون الناتج فيها بين 450 و500 فيمكن أن أكتب مسألة مثلا 245 جمع 225 ويكون الناتج 5 جمع 5 يساوي 10 نكتب الصفر ونصعد بالواحد إلى الخانة العشرات 1 جمع 4 يساوي 5 جمع 2 يساوي 7 و2 جمع 2 تساوي 4 إذن الناتج 470 أي كما طلب مني في المسألة أن يكون الناتج بين 450 أو 450 و500 فلدينا هنا الناتج 470 سورة 24 تحد استعمل الأرقام 3 و5 و7 في تكوين عددين من ثلاثة أرقام بحيث لا أكرر أي رقم في العدد ثم استعمل هذين العددين في كتابة جملة جمع يكون الناتج فيها أكبر ما يمكن إذن القسم الأول من هذا السؤال أنه يريد أن أكون عددين من ثلاثة أرقام من هذه الأعداد فالعدد الأول 753 تكوين عددين بحيث لا أكرر أي رقم في العدد ثم استعمل هذين العددين في كتابة جملة جمع يكون الناتج فيها أكبر ما يمكن والعدد الثاني هو 753 ثم أقوم بعد ذلك بعملية الجمع 753 جمع 753 هكذا 3 جمع 3 يسوي 6 5 جمع 5 يسوي 10 نكتب الصفر ونصعد بالواحد على قانة المئات 1 جمع 7 يسوي 8 جمع 7 يسوي 15 فالناتج 1506 ننتقل بعد ذلك إلى تدريب على اختبار وحدد المجموع الذي يجعل الجملة العددية 79 جمع 13 يسوي نقط صحيحة ف79 جمع 13 المفروض أننا نقوم بعملية تقدير لكي نصل إلى أو نقوم بعملية جمع مباشر 9 جمع 3 يسوي 12 نقط بالاثنان في قانة الأحد ونصعد بالواحد على قانة العشرات 1 جمع 7 يسوي 8 جمع 1 يسوي 9 إذن الإجابة الصحيحة هي 98 سؤال 26 في مزرعة فارس 234 شجرة فاكهة وفي مزرعة نايف 357 شجرة فاكهة أحدد مجموع الأشجار الفاكهة في المزرعتين أقوم بعملية جمع أجمع عدد الأشجار في مزرعة فارس على عدد الأشجار في مزرعة نايف 357 جمع 234 هكذا ثم أبدأ في الجمع الأحد مع الأحد 7 جمع 4 تسوي 11 ونكتب الواحد ونصعد بالواحد العشرات في خانة العشرات 1 جمع 5 يسوي 6 جمع 3 يسوي 9 وثلاثة جمع 2 تسوي 5 إذن في المزرعتين 591 شجرة وهو الإجابة رقم دال 591 شجرة مراجعة راكمية أجد ناتج الجمع أستعمل النماذج إذا لزم الأمر وأتأكد من معقولة الجواب 22 جمع 68 أجمع الأحد مع الأحد 2 جمع 8 يسوي 10 نكتب الصفر ثم أجمع العشرات مع العشرات أصعد بالواحد في خانة العشرات 1 و 2 3 3 و 6 يسوي 9 إذن الناتج 90 وأستعمل النماذج فأجمع الأحد 2 جمع 8 يسوي 10 جمع وأجمع العشرات مع العشرات 20 2 في العشرات بعشرون و 6 ب 60 إذن 20 جمع 60 يسوي 80 ثم أجمع بعد ذلك 10 جمع 80 يسوي 90 و إذا أردت أن أتأكد من معقولية الجواب أستخدم التقدير فأقدر 22 أقدرها بعشرون جمع 68 أقدرها ب 70 وأجمع 20 و 70 يسوي 90 إذن الإجابة معقولة 75 جمع 13 أقوم بجمع الأحد 5 أحد جمع 3 أحد يسوي 8 أحد 8 أحد و 7 عشرات جمع 1 عشرات يسوي فيصبح ثمانية عشرات فلدينا ثمانية أحد و ثمانية عشرات إذن الناتج يمكن أن أقوم بعملية التقدير في هذه المسألة أيضا فالخمسة وسبعون أقدرها ب 80 جمع 13 أقدرها بعشرة فيكون الناتج 90 نتج التقدير إذن الإجابة أو الجواب قريب من 90 قريبا من 88 إذن الجواب معقول 79 جمع 87 ف79 نقوم بعملية الجمع نجمع الأحد مع الأحد 9 أحد و 7 عشرات و عفوا 9 أحد مع 7 أحد يسوي 16 نكتب الستة في خانة الأحد ونصعد بالواحد في خانة العشرات 1 و 7 ثمانية و ثمانية جمع 8 يسوي 16 إذن نناتج 166 يمكن أن نقدر هذا الناتج فأقول 79 نقدرها بـ 80 جمع 87 أقدرها بـ 90 ثم قم بعملية الجمع 80 جمع 90 يسوي 170 إذن الناتج قريب 170 من 166 إذن الجواب هذا الجواب معقول إذن جوابي الجواب معقول السؤال الثالثون إذا استغرق خباز ساعة و ثمانية دقائق في صنع قالب من الكيك إذا استمر على هذا النمط فمتى سينتهي من إعداد القالب الرابع والخامس نلاحظ هنا أنه في الساعة الأولى أو القالب الأول 100 أخذ ساعة و ثمانية دقائق ثم في القالب الثاني ساعتين و 16 ثم في القالب الثالث 3 ساعات و 24 دقيقة كل ذلك بزيادة ساعة و ثمانية دقائق إذن أقوم بزيادة ساعة و ثمانية دقائق لدينا هنا 3 و 24 دقيقة أقوم بزيادة ساعة و ثمانية فيكون العدد التالي 4 و 32 هذا الرابع ثم أضيف ساعة و ثمانية فيكون 45 دقيقة إذن متى سينتهي من إعداد القالب الرابع في الرابعة في الساعة الرابعة و ثمانية و ثلاثون دقيقة والقالب الخامس في الساعة الخامسة و أربعون دقيقة أسأل واحد بثلاثون لدى أريج مائتين و تسعة عشر ملسقا إذا اشترت مجموعتين جديدتين من الملسقات في كل منهما مائة و سبعة و عشرون ملسقا فكم ملسقا أصبح لديها أولا أفهم ماذا أعرف عن المسألة أنا لدى أريج مائتين و تسعة عشر ملسق إذا اشترت مجموعتين جديدتين من الملسقات في كل منهما مائة و سبعة و عشرون ملسقا المطلوب ما المطلوب كم ملسقا أصبح لديها أخطط المطلوب جواب دقيق فأستعمل الجمع أستعمل الجمع لحل هذه المسألة وأبدأ بعد ذلك في الحل مجموع المجموعتين الجديدتين من الملسقات هو مائة و سبعة و عشرون جمع مائة و سبعة و عشرون يساوي أقوم بجمع الأحد مع الأحد 7 جمع 7 يساوي 14 نكتب الأربعة في خانة الأحد وأصعد بواحد العشرات على خانة العشرات 1 جمع 2 يساوي 3 جمع 2 يساوي 5 و1 في المئات جمع 1 يساوي 200 إذن النتج 250 مجموع ما لديها من الملسقات إذن هذا مجموع المجموعتين الجديدتين 127 و127 هذا مجموع المجموعتين الجديدتين نريد بعد ذلك مجموع ما لديها مجموع ما لديها من الملسقات يساوي نقوم بجمع 254 وهما المجموعتين الجديدتين نجمعهما على 219 ملسقا القديمة التي لديها فيكون الناتج هو 473 ملسقا هو مجموع الملسقات التي لدى أريج جمعنا الأحد مع الأحد 4 جمع 9 يساوي 13 نكتب الثلاثة ونصعد بالواحد على خانة العشرات 1 جمع 5 يساوي 6 جمع 1 يساوي 7 واثنان في المئات جمع 2 يساوي 4 الناتج 473 ملسقا هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس ألقاكم بإذن الله تعالى مع الاختبار الفصل لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا